الحمد لله القائل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله لمثال للناس والله بكل شيء عليم والقائل سبحانه وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للاكلين والمقسم جل شأنه فقال والتين والزيتون والصلاة والسلام على النبي الأمي العدنان القائل اعتدموا بالزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة والقائل عليه أفضل وأزكى السلام كلوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة شجرة الزيتون الشجرة المباركة كل ما فيها مما ينفع الناس زيتها خشبها ورقها ثمرها زيتها يعد المادة الدهنية الأولى في حياة الإنسان أكلاً والدهاناً ونوراً فزيت هذه الشجرة وقود بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفي كل جرام من زيت الزيتون ثماني وحدات حرارية طاقة مثلى للإنسان إضافة إلى أن دهنه غير مشبع أي مفيد للجسم ويمنع الترصبات الدهنية في جدران الشرايين الدموية بخلاف الحوامض الدهنية المشبعة الموجودة في أكثر الزيوت الحيوانية ولا يخفى عليكم فوائد ومزايا لاستعمال اليومي لزيت الزيتون شجرة الزيتون رافقت الإنسان منذ عصور صحيقة ويقال أن البابليين هم أول من اهتم بزرعها بشكلها الحالي يبلغ عدد أنواع شجر الزيتون خمسون ومئة نوعاً ويعتقد أن حياة بعض أنواعها قد تمتد إلى أكثر من ستمائة سنة وتحتاج لنموها إلى ظروف مناخية لا تتوفر إلا في محيط البحر الأبيض المتوسط أوراقها دائمة الخضرة تتجدد كل ثلاث سنوات وتنمو ببطء ومن خلال هذا الشريط تتابعون المراحل التي يمر بها الزيتون ليعطينا زيتاً صالحاً للأكل وللدهان إذن كما تلاحظون هذا الرجل يقوم بعملية غربلة الزيتون يكون الزيتون بعد جنيه مختلطاً بالأوراق يرفع إلى أعلى لينتفع بالريح التي تساقط أوراق الزيتون من خلالها على الأرض ويمر الزيتون إلى الضفة الثانية بعد ذلك يحمل هذا الزيتون يحمل إلى المعصرة المعصرة مباشرة إلى الأمام يدخل الزيتون عبر هذا الثقب الموجود في الحائط كما تلاحظون ثم ينزل في المطحنة التي تطحنه بهذه الآلة التي تكون إما آلة كهربائية والقديماً ولا زالت في بعض الأماكن الحيوانات تساعد على ضوران هذه الآلة وطحن الزيتون إذن أنتم ترون الآن بعد مروره على هذه المطحنة الثقيلة وهذه الأقراص العظيمة تطحن بعظامه ويوزع ويوضع في هذه الدوائر التي يوضع بعضها فوق بعض في هذا الشكل الأسطواني في هذه الآلة يوضع بعضها فوق بعض بعد وضع الزيتون المطحون طحناً أولياً فيها ثم بعد ذلك تجمع هذه الآلة وهذه الدوائر لتوضع في آلة العصر النهائي آلة العصر النهائي هي التي ترون الآن يوضع فيها ما رأيناه آنفاً لتضغط عليه الآلة ضغطاً قوياً يتقاطر من خلاله وينزل من خلاله الزيت من الجوانب ومن الوسط في آنية ترونها هذه الآنية التي من خلالها ينسكب الزيت في هذه الصهاريج 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 تكون متنوعة صهاريج متوسطة صهاريج صغيرة صهاريج كبيرة هذه الصهاريج يجتمع فيها الزيت بعد عصره في الآلة القوية هذه المعصرة التي تقاطر الزيت من خلالها ثم بعد ذلك يمر إلى هذه الصهاريج الصهاريج وإلى هذه الخزانات التي يخزن فيها الزيت إذن بعد ذلك يوضع في أواني تختلف سعتها براميل أواني صغيرة براميل متوسطة قنينات ويأتي الزبائن ليقتنوا على حسب إمكانياتهم وحاجاتهم فهكذا يوضع الزيت وهكذا يُعصر في هذه المعاصر وهكذا يوضع في هذه الأواني التي ذكرنا أنها تختلف على اختلاف سعتها وعلى اختلاف كمياتها وعلى اختلاف الناس الذين يريدون اقتنائها والزيت يختلف باختلاف المناطق ويختلف باختلاف الجودة وتختلف أثمانه من مكان إلى آخر وحسب المدة والوقت الذي عصر فيه الزيت فالعصر الأول ليس هو العصر الثاني وليس هو الثالث لأن نسبة الماء ترتفع فيه ونسبة الحموضة كذلك هذه كلها معلومة عند أهل الخبرة وأهل الحضاقة وأهل الفن وينصح الزيت باستعماله صباحا كما ينصح كذلك بالتداوي به واستعماله كذلك طيلة اليوم أكلا والدهان ختاما كل من زيت هذه الشجرة بنية البركة والدهنوا بنية الشفاء بارك الله لي ولكم في أقواتكم وفي أعماركم وعافان الله وإياكم والحمد لله رب العالمين